السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا أحمد ناصر حييكم من استوديوهاتنا في AN بالعربي اليوم سأخذكم بجولة سريعة معنا في الاستوديو نريكم الأقسام الرئيسية التي تحتويه استوديوهاتنا بداية سنبدأ في الاستوديو الرئيسي هنا وهو المقر الذي يحوي على قسم ستريمينج والجيمينج والثري دي وتسجيل الدورات دعونا نبدأ أولا لدينا هنا القسم الذي ترونه هنا وهو قسم خاص بالجيمينج لدينا هنا جهازين جهاز إكس بوكس 1S وأيضا جهاز آخر لبما لا ترونه هنا إكس بوكس 360 وأنا أكون بتحديث بعض الأشياء على إكس بوكس هنا الباب الرئيسي هنا لدي طابعة 4-in-1 خزانة صغيرة للأوراق وهنا أيضا إنارة إذا أحتاجت إنارة إضافية أغويها بهذا الشكل أهلا بكم حسنا هنا كما ترون لدي ستارة سأريكم إياها لاحقا هنا الكاميرا بعض الأدوات هنا الكاميرا التي لدينا مع جهاز خاص ب لما بدك بسموه جهاز القارئ فبحط الايفون هان بسحب العدسة هون بصير النص بصير على العدسة اوكي فهاي برضو الجهاز جديد في هون انارة بتحكم فيها هون الكاميرا هون جهاز الصوتي اوكي هون مكتب جوه اوكي ها المنطقة هاي للامباكسنج اوكي بحط هون التليفون هون بعمل الامباكسنج اوكي هون الشاشة اغلب استخدم الماك عندي هون في المكتب هون مضخم صوت هون برا اضارة اه هون ماريو اوكي هون المكان برضو بجلس فيه كثير عندي هون في المكان زي جلسة عربية فانا بجلس جلسة عربية اغلب الوقت ما يعني بكون اه عندي جلسة هون على الارض اوكي الجلسة مريحة جدا ها الماك اه تشوف الماك فيه معه مبرد اوكي هون فيه منصة اوكي هان منصة فيه كاميرا هون 4K هاي للتفبيت هون كاميرا باستخدمها للمشرح هاي المنصة المتحركة اللي عندي فبكون حط اللابتوب هون وبكون اشرح هون هون فيه عندي كيبورد ماوس هون عندي الكاميرا اوكي ونأتي بعدين لستارة متحركة طبعا السيطرة فيه اضاءة خضرة فالسكف اللون علوان اي عام العربي اوكي اه بتلاحظوا ورا هون عندي سيطرة متحركة ااااا خليوا نعرف كم ماذا سيطرة متحركة اوارديكم ايش خلف السيطرة اوكي هاشي فيه السيطرة عندي متحركة بحركها كلها كلها بزيحة بزيحة بحركها تمنى هتوصل للزاوي هون توصل للزاوي وبتتخبى الستارة بطل كي بصير الستوديو عندي مساحة كاملة في الستوديو فهاي الستارة الرائعة عندي شاشة 4K كبيرة 55 بوصة بستخدم هذا المشرح فبكون عندي المنصة وبكون الشاشة وراي طبعا ما بتشوفوها بتكون الشاشة تقريبا هيك الشريح او اقرب شوي فانتو ما بتلاحظوها طبعا هاي الكاميرا التليفون ما راح تزلط معي في عنا هون الشاشة 4K هون في عندي مايكروفون متحرك تلزحوا هذيك الجهة او هاي الجهة بعطيني الحديد متر ونص تقريبا هون عندي شاشة 4K اوكي اوكي اوه 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 هون عندي شاشتين شاشة 4K جبتها من دبي والشاشة الثانية اوه بشكل عام هون عندي الفي ار بجوز تلاحظوا ايش اسلاك اللي عندك هذو شو اسلاك اللي نازلت من السكف هذو عبارة عن من virtual reality cables اوكي مش بكت عالجه الجهاز هذو الجيل السابع اه كمبيوتر الجيل السابع لفني 10G جي فور جي تي اكس 180 اوه عندي كامرا وبكام اوكي هون الجهاز التشتي سي فيف زي ما شايفين معي هاي الجهاز التشتي سي فيف اوكي باستخدم مو بألبسه وعندي عدة كاملة سيتوب كيبورد للجيمينج مع ماوس وعندي الارضية مفروشة مكت فبكون انا باجي على الستوديو وبكوني لابس شب شب بعيد عنكم فبكونوا مخضر هون عندي مكيف وهيك نلف لكم سريع بالستوديو هذا الشكل وعندي المساهة تقريبا 4.5 في 4 لكن مرصوصة كما بحكو لدي هون البردائي المتحركة ورجيتكم إياها عندي هذا وضع ايضا تلاحظوا هذا في السكف فلما يكون لابس الVR بقدر اسحبها بطريقة اللي بدي إياها اوكي بقدر اسحبه بقدر اسحبه بقدر اسحبه تقريبا 5 اوكي هذا الشكل فعادي كنت تبس بما الظرات اضبطون الضرار هذا الشكل اي في سماعات برضو مع اليدين هذا الشكل فبصر عندك تحكم بلف 60 درجة اوكي وانا مطرح هاي الاكس تي سي فايب اكثر من رائعة عنا في السطوري وانا بحطها بالعادة هون في عندي هيدفون للستريمينج فورا بستخدمهم اوكي هاي بشكل عام اوبس هاي بشكل عام يعني الامور الرئيسية موجودة عنا في السطوري جودة سريعة اتمنى تكون لات على اعجابكم باللسبة للكاميرات الموجودة عندي بستخدمها عندي مايك اللي هو Blue Yeti Pro اوكي من احسن مايكات في العالم عندي هون السلك تلاحظ الكابلز اللي عندي على الارض كلهم ارضي شوف الكابلز اللي موجودة عندي هون كله تمديد داخلي اللوح البورد للرسم والشرح كله تمديد داخلي شوف الكابلز موجودة عندي هون شوف كله تمديد داخلي الكابلز طلعت من هون في كابلز بيتطاولة برنا كله علم سلاك كثير في سلاك وكمان في عندي اول كاميرا رجي كما هي 4K كاميرا في كامرتين هناك استخدموا الى الـ Gaming في كمان كاميرا هون فوق الشاشة اللي بتلاحظوها اوكي في عندي كمان مايكروفون في كمان مايكروفون التسجيل في كمان مايكروفون فاوما تروح فيه مايكروفون فيه مايكروفون هناك ايضا اوكي فهذه الستوديو التقني الاحترافي اللي احنا عنا هون في اي عم بالعربي اقوى استوديو عربي في مجال برمجة للعاب في مجال تعليم التقني احنا مندير عدة مواقع الانترنت التعليم البرمجة مندير موقع انكاريمي دات كام موجود عندكم هنا مندير مدرسة البرمجة العربية arabicodeschool.org مندير ايضا موقع اي عم بالعربي للتدريب فهذه الستوديو اللي عندنا هو الستوديو عربي للتعليم البرمجة بشكل اخترافي بدعوكم لزيارتنا واشتراك في قناتنا على اليوتيوب ما تنسوا تعمل لايك وشير للفيديو ونشوفكم ان شاء الله في فيديوهات قادمة كانوا معكم احمد ناصر من اي عم بالعربي شكرا لكم للمتحبة اشتركوا في القناة